اهلا بكم في حلقة جديدة من هو تحت العم ايه قالك الست لازم تبقى محتشمة مفيش حاجة تبن منها غير وشها وكفيها كله لازم تغطي كله 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 وحتى ده طلح حديث ضعيف ان الوجه والكفين طيب ليه قالك لازم الحشمة الحشمة حال والبت لازم تتلحشم ودلوقتي يختنت وهي بيلبسوا الاطفال حتى الحجاب طيب ايه رأيكو لو شفنا ان الامة ايام النبي وايام الصحابة كانت بتلبس ايه حذر فذر ايه هقولكو كانت بتلبس ايه ولا اقولكو يمكن ما يصدقونيش نشوف عورة الامة بلسان الدكتور سعد الهلالي اتفضل يا دكتور سعد الهلالي اقول لنا لاحسن الجماعة ممكن ما يصدقونيش فاصبح المرأة الامة فيها تلت مذاهب المذاهب الاول الظاهرية وقول عند الشافعية عورتها كعورة الحرة المذاهب الثاني مذاهب الجمهور عورتها منصر ركبة المذاهب الثالث قال به الامام مالك والامام ابو حنيفة وقول ايضا عند الحنابلة في رواية ان ما على الاطراف يعني الرأس ليس عورة والذرعين والساقين ليس عورة في المرأة هي الامة ولهم دليل في حديث رواه البيهقي ورواه الدارا قطني واحد عن عمر بن شعب عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا باع احدكم عبدة او امتة فلا ينظر الى عورتها من موضع الازار الى الركبة وحديث ثاني روا برضو البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى جارية فلينظر اليها ولا ينظر الى عورتها وعورتها من معقد الازار الى الركبة فمن خلال هذين الحديثين وفيهما ضعف الجمهور قال اذا عورة الامة من السر الركبة او من عدد الاطراف اه دي الرسول قال العورة من السر الركبة للامة الامة دي اللي هي ايه تبقى سات ماش راجل ولا حاجة احنا عارفين طبعا ان عورة الراجل من السر الركبة يعني الراجل يلبس كده شرط لغاية ركبته يبقى كله تمام شرط اسمه شرط ايه شاري الست في الاسلام في الاسلام هقولكم في الاسلام ليه دلوقتي يعني في الست في الاسلام اللي هي الامة عورتها من سرتها لركبتها تبقى ماشي كده تهز ها يعني تبقى كشفة المنطقة دي كلها بشعرها كله تمام تبقى ليه يا اخويا هي دي مش ست ومسلمة كمان طبعا اقولك الدليل على انها المسلمة ولا لا يقولك ده في كتب الفقه على فكرة في كتب الفقه بيقولك ان الامة تقدر تصلي وهي لبسة كده يعني يعني عريانة الصدر عريانة الرأس يعني توطي سدراءة دلد لقدام تقوم وشعرها هيقوم نازل لقدام وهكذا دي الامة في الاسلام دكتور سعد سعد الهلالي سعد الدين الهلالي بيقول الجمهور قال كده اتفقوا الجمهور جمهور العلماء على انهم اتفقوا على ان من السر للرجبة اقولكو كمان حاجة تحرافوا ان عمر ابن الخطاب كان يضرب الامة لما الامة تلبس طرحة كده وعايزة تتحجب بقى تبقى زي ستة تقول لها ايه يقول لها ايه يضربها يقول لها ايه لا انت عايزة تتشبه بالحرائر ايه لاعي اه يعني الموضوع يا جماعة ما كانش للحشمة يعني الحجاب ما كانش للحشمة لا ده طلع الحجاب عشان يفرق ما بين الناس وبعضها يعني ايه يعني يفرق بين الخدق الامة المملوكة وبين ستها الست تبقى لابسة كده تبقى دي سيدة الست تبقى كده وعشان كمان برضو يبقى تم التحرش بيها بسهولة التحرش بالامة يبقى بسهولة معروف ايماء يلا اه بدليل على ايه ما انا قلتلكم ابن عمر كان يمد ايده كده ويحط ايده ما بين رجليها وبين اه على المقعدة وعند سدرها ومش عارف ايه لما يجي بحها دي الامة ده في الاسلام يبقى الاسلام يا جماعة ما عملش حاجة غير انه كان حطت الحجاب ده عشان يفرق ما بين الامة والحرة هتقولولي الدكتور قال كلام قال في اختلاف طب ما نشوف في اختلاف وحنعمل ايه لو في حالة الاختلاف تعالوا نشوف الفيديو ده يعني عالماني اختلفة من منهما تجعله حجة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى من العالم المعتبر عندك في هذين او في هؤلاء عموما فلان خذ فتوى بشرط ما يكون لكش هوا فيها انك انت اه نفسك نفت الفتوى دي عشان انت عايزها ايواء والهوا هواية والهوا هواية اه خد بالفتوى اللي تعجبك يعني عايز تبقى مع الملكية اوكي مع الجمهور اوكي عايز انك تشوف الاما كلها من غير صدرها ومن غير سرتها اللي ركبتها ماشي عايز تمسكها كلها ماشي المهم ما تجيش ناحية العورة شفتوا بقى شفتوا يا جماعة ان الحجاب ما كانش جاي عشان يغطي الناس ده كان جاي فرق الناس واسألولنا الجماعة دولة هما تحت العم ايه اشتركوا في القناة